سعيت النهاردة من نوم على فليفون البنك السعي بي قلت لي انا انا قلت اقول لك علشان انا متحطش مكف موارج وبتشتري بالجيزة ممكن ما تلاقيش فليوس قلت له الشعبين زحلات والفلاحين والصعيدة قد ما بيحطه في البنك قد ما بيسيه فو بيضه بسطوره صباحا بسهده بسطوره صدمة كبيرة اصابت معجبي الفنان محمد رمضان وده بعد ما نشعر فيديو على صفحته الرسمي على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك بيعلن في التحفز على امواله واكد الفنان محمد رمضان في الفيديو اللي نشره على الفيسبوك ان مسؤول في البنك التجاري الدولي سي اي بي كلمه النهاردة وقاله ان الدولة تحفزت على كل املكه وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو صباح الخير صحيت النهاردة على اتصال من البنك بيقولي الدولة تحفزت على فلوسي في البنوك وانا وكل ما املك ملك بلدي وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة صباح الخير يا مصر وعن اسباب التحفز على اموال محمد رمضان قالت مصادر امنية ان خلال الفترة اللي فاتت اتقدم اكتر من بلاغ للاموال العامة ضد الفنان محمد رمضان وكشفت المصادر برضو ان البلاغات دي تقال فيها عن اسباب تضخم صروة الفنان محمد رمضان بشكل كبير على مدار الايام اللي فاتت وقالت المصادر ان الحكومة دلوقتي في طريقها الحصر كل ممتلكات الفنان محمد رمضان وقالت المصادر ان الفنان محمد رمضان سيخضع للتحقيق قدام مباحث الاموال العامة في وقت قريب للكشف عن مصدر امواله اللي بيمتلكها وانتشرت اخبار على مواقع التواصل عن اعتزام مزارة الداخلية الابضع لمحمد رمضان للتحقيق معها بسبب تضخم صروته الا ان الانباء دي ما تأكدتش لحد دلوقتي ومحمد رمضان اعتاد خلال الفترة اللي فاتت على اصارة الجدل بشكل كبير وكانت اخر ازمة لي مع الفنان سعد المجرد لما اتهمه الاخير بانه استولى على ارباحه من اغنية انسان ومحمد رمضان اتولد في 23 مايو سنة 1988 بمحافظة انا بحسب تصريح والده بعض المصادر هجرت اسرته لمحافظة الجيزة الا انه قال بعد كده في مقابلة تليفزيونية انه اتولد في الجيزة وان ابوه هو اللي من انا ومحمد رمضان هو الاخ الاصغر بين اخواته ولكن لما كان في الصف الاعدادي نجح في الانضمام لمدرسة الكرة بناجي الزمالك لكن لما التحكى بمدرسة السعادية السنوية ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم وعن اسباب التحفظ على اموال محمد رمضان قالت مصادر امنية ان خلال الفترة اللي فاتت اتقدم اكتر من بلاغ للاموال العامة ضد الفنان محمد رمضان وكشفت المصادر برضو ان البلاغات دي تقال فيها عن اسباب تضخم صاروة الفنان محمد رمضان بشكل كبير على مدار الايام اللي فاتت وقالت المصادر ان الحكومة دلوقتي في طريقها الحصر كل ممتلكات الفنان محمد رمضان وقالت المصادر ان الفنان محمد رمضان سيخضع للتحقيق قدام مباحث الاموال العامة في وقت قريب للكشف عن مصدر امواله اللي بيمتلكها اشتركوا في القناة